هي هاي الأخطاء الجميلة خليه يقول اللي إليها علاقة بالكولتر العربي اللي إليها علاقة بالعادات واللمات الحلوة اللي هي إن كان بالعراق وإن كان بالدول الثانية اللي هي السفرة الرمضانية اللي تحتوي على الكثير من الطعام على التبذير على السخاء أكو شي جميل بي وأكو شي خليه نقول نوعا ما بالغذاء لازم شوي نلتزم لأن حقيقة إحنا نفسد الصيام بالغذاء الكثير وبالسفرة الكبيرة وبالتنوع الغذاء إحنا نلما هذه عاداتنا ما رح تتغير لكننا نتحدث في الأمور الصحية اللي ممكن نوصل لها أنا أشوف ذا تتغير حقيقة يعني اليوم يمكن أن من أقارن قبل ثلاث سنوات لا صار أكو وعي صحي صار الصيام مو فقط على مودي إحنا نصوم 12-14 مستحساة حتى ناكل كل شي ممكن أول يوم ثاني يوم واحد يشتهي الإنسان لكن يبدأون أوتوماتيك يعني بعد الأسبوع الأول يبدأون يقللون نوعيات الغذاء يبدأون يأتنون بجودة الغذاء فالأخطاء الصحية اللي تصير هي الاكثار من الطعام طبعا يسبب قولون عصبي تسبب ارتجاع بالمرئة تسبب خمول بعد الإفطار مباشرة فيصير تعب عندنا خمول ما نقدر نقوم بأعمالنا أو نزاول أعمالنا بعد الإفطار وهذا الشي مو هو المطلوب من الصيام المطلوب إحنا بعد ساعات الصيام الطويلة يكون عندنا صحة ترجمة نانسي قنقر